الحمد لله عمرة في رمضان شيء عظيم القدر وافر الأجر العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير وخبث الحديد والذهب والفضة روى البخاري ومسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عمرة في رمضان تقضي حجة معي هذه العبادة العظيمة التي هي ركل الإحرام والطواف والسعي تغتسل في الميقات وتلبس أو في بيتك إذا كانت الرحلة بالطائرة بأنك لا تتمكن من اغتسال بالطائرة والغسل مستحب وتتطيب ولا بأس أن تلبس ملابس الإحرام قبل الميقات استعدادا للإحرام ولبس الملابس ليس إحراما الإحرام بالنية القلب ولذلك ممكن تلبس ملابس الإحرام وتقصر وتضع الطيب لأنه ما بعد أحرمت وقد تنسى ملابس الإحرام في شنطة العفش في مستودع العش في الطائرة ما تستطيع طلعها والميقات يقترب فتضطر أن تتخفف من ثيابك وتحرم فيها وتسمى محرما وإنت لابس ثيابا المرأة تغتسل ولو كانت حائضا أو نفساء ليس للإحرام ثياب تخص ولا لون لا الأخضر ولا أحمر ولا أي لون معين للمرأة تلبس ما شاءت مدام ساترا لا للنقاب ولا للقفازين فتغطي وجهها تسدل على وجهها غطاء وتدخل كفيها في أكمام العباء تقبض عليها بحيث تستر كفيها من كان بمكة وأراد العمرة فيخرج إلى أي مكان خارج الحرم تنعيم الجعرانة من أي مكان خارج منطقة الحرم ويحرم وإذا كان قادم من الخارج يحرم من ميقاته ولا يؤجل إلى ميقات آخر ليس للإحرام صلاة تخصه لكن إن أحرم بعد فريضة أو نافلة تحية مسجد سنة وضوء طيب ليس هناك صلاة اسمها صلاة الإحرام وينوي بعد ذلك في قلبه عقد القلب على الدخول في النسك هذه النية ويقول لبيك اللهم عمره وإذا كان سيحرم عن غيره لبيك اللهم بعمره عن فلان ولو نسي اسمه لا يضر الله يعلم ما في القلب فينويها عن من وكل عنه